السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف علم الزكاء الاصطناعي بالطريقة القديمة اللي احنا قلنا بتعليمها في المدارس. في الطريقة القديمة كان بيقول لنا ان مبادئ كل علم عشرة. الحد والموضوع ثم الصمرة. ونسبته وفضله والواضع. والاسم والاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى الجميع هذا الشرفة. الحد يعني تعريف العلم دوت. يعني لو انت علم الزكاء الاصطناعي هو علم من علوم الكمبيوتر وسكت. فانا كده ادخلت تحقيق كتير جدا باش من دمد الزكاء الاصطناعي. طيب الموضوع عايزين نعرف هو بيتكلم عن ايه بالزبط. يعني الحد خلاص تعريف العلم ده وما يزنعن غيره. الموضوع ايه الكلام اللي هتقال في الكلمة ده هل هو طب ولا سياسة ولا حديث ولا فكرة. الصمرة يعني صمرة العلم دوت لان ما تنشغلش بعلم ما فيش منه صمرة باش هتاخد منه حاجة. اللي بيشتغل بعلم باش عارف صمراته زي واحد جاهل بيشتغل بحاجة بتفرج على تيك توك وتفرج على حاجات ديه. نسبته هو. نسبة العلم ده اللي غيره من العلوم. ايه نسبته الباقي العلوم الفلسفة والمنطق والحاجات ديه. عشان يقدر يعرف صحة اختيار العلم دوت. لو لقى كله معظم بعلم نصب فالافضل ان هو يسيبه. فضل العلم دوت. الفضل. الفضل يتعلم هذا العلم. الواضع من الحط العلم دوت. وبعد كده الاسم. ايه اسامي العلم دوت. ممكن يكون ليه اكتر من الاسم. كان زمان بيسمو ايه ودلوقتي بيسمو ايه. الاستمداد. اصول العلم ده بيستمدها من ايه. لان كل علم ليه اصول بيستمد منه احكامه والقوع بتاحته. حكم الشارع. حكم الدين. هل هو من رواجبات ولا من فروض الكفايات ولا من المكروهات. وبعد كده مسائل. بعد ما عرفتك الاسمول ده تعتمد لمسائل العلم ده والفرواب بتاحته والبقوس. والبعض بالبعض اتفق. يعني بعض العلم اتفق بحاجات من المسائل دي وبعضهم دخل شقر لكل الحاجات دي ومندر الجميع اللي يدرك الحاجات دي كلها العشر حاجات. هذا الشرف. طيب لو طبقنا بقى على علم الحديث. الحد. زكاة صناعية فرع من العلم الحاسب. بيهتم بتطوير ازمة وبرمجيات. قادرة على اداء مهام تطلب زكاة بشري. يعني في حاجات اكتر بكتير من انا اقول له على حاسب اجمع كذا بكذا. بقى حاجات محتاجة ان هو يبقى فاهم ويدرك وقدر ان هو يتصرف ويتعرف على المشكلة ويبدأ ان هو يحلها. فالزكاة صناعية فرع من العلم الحاسب بيهتم بتطوير الانزمة وبرمجيات. قادرة على اداء تطلب زكاة بشري. زي التعلم اللي هو يتعلم ان هو يتعرف على الامات ان هو يستنتيك. طيب. تاني حاجة الموضوع. الزكاة صناع ده بيهتم بتطوير الانزمة اللي بتحاكي مهارات القدرات الزينية البشرية. زي التفكير المنطقي والتعلم من التجربة وتعرف على الاسوات وتعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية. طيب صاملة العلم ده ده هي حسن الكفاءة وهيخلينا يقدرنا انا اتفوق في الشغل بتاعي سواء في الطب في الزراعة في الهندسة في الصناعة. نثبته. الزكاة الصناعة ده مرتد بعلوم كتير جدا زي الريبيات. الاحصاء. علوم الحاسب. الهندسة. علم النفس. علم المنطق. من الفراق السية العلوم الحاسب. فضله. ده علم دي فضل كبير جدا في العلوم المتقدمة والمهمة. لانه عمل صورة كبيرة جدا فيه العديد من المجالات. وقدى لتحسين جودة الحياة وإيجاد حلول مبتقرة للمشكلات المعقدة. الواضع. طبعا عندنا الناس كتير جدا زي ألان تورينج جون مكارسي. هيربوت سيون. علماء كتير جدا في العلم دوت. وقائمة تطول حتى الان. بيطلق عليه زكاء الصناعي وارتفاشي الانتليجنس. وممكن الناس تسميه باسم غزء منه اللي هو زي التعلم الآلة. الاستمداد. ده بيستمد اصوله من مجموعة من العلوم زي الرياضيات. زي الجبر الخطي. حساب التفاوضل. التكامل. الإحصاء. نظرية المعلومات. المنطق الرقمي. المنطق الدوابي. علم النفس. علم الحاسب. حكم تعلم في الدين. طبعا ما فيش فتوى. بس هو. يعني. تقدر ان انت تعلمه بدون اي مشاكل خالص. يعني هو من العلوم. بداية المستحبة. لكن ينتقل الى فرض كفاية. يعني لو ما حدش تعلمه كده الام تأسم. ان فيه تقدم بيحصل في العالم كله. واحنا مهملين للموضى ده. يعني الله عالم مش عزفت. لكن هو اعتبر من حسب ما شخيخنا بيعلمونا. من علوء من فرض كفاية. يعني بش لاسم كل انسان يعمله بابل زي الصلاة. لكن هو من ضمن العلوم. اللي لازم ان احنا يبقى فيه بعض الناس تتعلم العلم دوت حتى لا نقسم. حتى ما نكونش بكسرين. المسائل فيه طبعا تعلم الآلة. تطور خونزميات. معالجة البيانات. تعلم العميق الشبكات العصبية. معالجة اللغات الطبيعية. رؤية الكمبيوتر. وفروع كتيرة جدا في العلم دوت. كده احنا طبقنا المبادئ العشرة على علم الذكاء الاصطناعي. عشان نقدر احنا نفهمه بشكل قوي ودقيق. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.